السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكررحب بكم وكررحب بجميع المشتركين اللي انضموا القناة كانت بناسكن وكلكم باحسن صحة وعافية اه في الفيديو السابق كنت كلمت لكم على اه جميع مواد البناء الاولية الاساسية اللي غنحتاجوها في بناء الهيكل الاسود يعني كيف نسميه الكحلة واعطيسكم فكرة على الاسمنة ديال هاد المواد والفرق ديال الاسمنة اللي كان بين المدن بالنسبة اللي مازال ما شاهد الفيديو رغن خلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف في صحة الفيديو اما بخصوص الفيديو ديال اليوم فغيكون على الكمية ديال هاد المواد يعني شحال غنحتاجو من كل مادة في المرحلة الاولى ديال البناء اللي هي اه الفونداسيون يعني بناء الاساسات او كيف كنسميه بالدريجة الطبلة اه غن ناخدوك نموذج اه بقعة ديال ميزمتر كتكون من سفلي وطبقين يعني سواء كانت اه منزل من طوابق او فيلا فغنتكلمو فقط على السفلي وطبقين ما يكونش كسر من طبقين يعني الى تجاوزنا طبقين فغنكون ممكن تكلمو على تكلفة اكتر لانها غتكون كيمية ديال المواد بنسبة الطبلة اكتر كذلك غنتكلمو على واحد طبلة اللي هي عادية يعني عندها البنسول مبعيدش بزاف ما فيتش ميتر ونصف العمق لاني لا اه كان عدنا واحد الارض اللي عندها تطوبة ديالها مزبيناش وغنحفروا واحد العمق اللي هو كبير فيت ميتر ونصف فغتكون تكلفة زيدة لانها يكون فيها دبل اونغرين دبل شيناج بتاليت تكلفة زيدة يعني هنتكلمو على بقعة عندها اه الطبلة عادية يعني ما فيتاش ميتر ونصف فغتشوفوا معي الكمية ديال كلها مادة اللي غنحتاجو في هاد المرحلة فخليكم معايا غتتعرفوا على جميع التفاصيل اذا بالنسبة المواد اللي غنحتاجو عدنا الاسمنت او السيما سي بي جي الخمسة وربعين غنحتاجو اه الرملة اه كدلك غنحتاجو التوفنا والكاياس كميات انا غدا نقول لكم من بعد كميات كلها مادة غنحتاجو ايضا الحديد القياسات ديالو على الحساب باش نوعدنا في البلان ومنسوش الرولو ديال الزيفس باش ننصب بذيك لاغاز اي طنش يعني مسألة مهمة جدا باش موسقاش ديك البرودة كتلعنا مع الحيط من بعد يعني ضروري غنحتاجو رولو ديال الزيفس وغنحتاجو ايضا القادوس بي فيسيل 200 باش ندوزو الانستالاسين ومنسوش كذلك انا غنحتاجو الحجرة باش غنبنو بها الحيط ديال الساس وغنصبو بها البلوكاج بحالة شكلي كتشوفو اذا هادي هي جميع المواد اللي غنحتاجو في البناء ديال الطبلة او الفونداسيون وده بغا نشوفو الكيمية بالضبط ديال كل المادة اللي غنحتاجو في هاد المرحلة بالنسبة الاسمنت او السيمة غنحتاجو 6 طون ونص يعني اذا بغيتو الكيمية بالكيس الكيس فيه 50 كيلو غنحتاجو 130 كيس 130 كيس غنحتاجو 6500 كيلو يعني 6.5 طون او 6 طون ونص بطبع الحل كنتكلم على جميع مراحل انجاز الطبلة انطلاقا من فرشة النظافة او البيتون دو بخو بروتي الى غاية نهاية الطبلة على هاد الشكل والحديد بطبيعة الحال غنناخدو القياسات ديالو على حساب البلان ديال الحديد غالبا في الطبلة سنخدموه بديال 6.8.10.12.14 كيكون واحد الكيمية ديال طون ونص حتى 1.6 طون اما بخصوص الكايس والرملة كيلي كيضيف حتى تشوفنا بنسبة الاعمال ديال الطبلة فهد المواد من الاحسن تاخدوهم بكمية كثيرة كيف سبق وشرحت في الفيديو السابق فمثلا الي اخذتو الرملة والكايس بالكيمية ديال 25 متر مكعب لكل مادة ستكفيكم بالنسبة للطبلة والسفلي عكس الي اخذتو كميات صغيرة ستقام عليكم 8 متر مكعب بتكلفة اكتر انا هنا غنعطيكم تاكلوا الكمية بالضبط ديال الكايس اللي غتحتاجوا بالنسبة للطبلة فالكمية اللي غتحتاجوا ديال الكايس هي ما بين 15 حتى 16 متر مكعب وبالنسبة للرملة غتحتاجوا ما بين 14 و 15 متر مكعب اذا هذي الكميات اللي غتكون خاصة بانجاز مرحلة الطبلة غن نحتاجوا ايضا الحجرة اللي غنبنوا بها الساس وغنصيبوا بها البلوكاج وهنا الحجرة يعني الكمية ديالها على حساب العمق اللي حفرنا يعني بعد ماس كيكون عدنا العمق قريب يعني ذاك الساس او ذاك الفكرون او ذاك البونسو القريب فما سنحفرش بزا فيني كيكون ماكسيمو واحد ثمانين او الان متر فبطبيعة الحال ما نحتاجوش كيمية كثيرة عكسي لكن عدنا واحد العمق كبير كدلك الى القينا الارض اللي احنا كنحفره فيها صخرية يعني هي كالقوا فيها واحد كيمية كبيرة ديال الحجر اللي كتعاوننا في البلوكاج في طبيعة الحال كيمية كتكون اقل بالنسبة للحجر سنناخدوه غير بكمية صغيرة يعني ذاك الفاياج الصغير غنحتاجوا وربعة حسال خمسات الفاياجات وغنحتاجوا ايضا القادوس باش غندوزوا الانستالاسيون ديال الواد الحار في الطبلة غنناخدو واحد القادوس اللي هو نوعية جيدة بيفي سي ديال متر دياله يكون ميتين بالنسبة الكيمية اللي غنحتاجو ديال القادوس فغنحتاجو سبعة ديال القوادس يعني غالبا ايغ بلس دو كتحتاج ما بين ستة حتى سبعة ديال القوادس ديال بيفي سي ديال الميتين وكنتمنى انكم متهملوش المرحلة ديال اغاز ايطانش يعني ذاك الرولو ديال الزفت يعني الكاغات اللي كيتفرج تحت من البني يعني بدقبل ما نبنوو تبنيت ديال الحيض فهو مهم جدا باش مسبقاش ديال البرودة تطلع وكسبقاش بلنا ديال السبعة من تحت دائما كتتقشر على حسب ديال البرودة اللي كتطلع فمتهملوش هاد المرحلة ما تحتاجوش كمية كبيرة فقط واحد ججره لوات ومنسوش ان هندخلو في التكلفة اه المصاريف ديال النقل الاتريب اللي خرجنا من الحفظ ديال الاساسات ومن تنقية ديال البقعة اذا من بعد ما اعطيتكم جميع الكميات ديال مواد البناء الخاصة بانجاز طبلة ديال مئة متر مربع وعطيتكم في الفيديو السابق فكرة على الاسمنة ديال جميع المواد هاكا غاز كنوحات ديال يعني قادرين تحدو اه تكلفة ديال الطبلة بشعر غاد اتطح عليكم بالنسبة الاشخاص اللي عندهم مساحة مخالفة لهادي او ما تيعرفوش مثلا اني حسبوها الكميات فممكن اعتامدوا الطريقة اللي كيخدم به المقاولة يعني كتشوفو تمان متر مربع مغطى شحل تيدير التمن ديالو في المنطقة اللي انتم فيها وغاد شدو الطول ديال البقعة تضربوه في العرض وتضربوه في تمان المتر مربع مغطى ولكن غير في خمسين في المياه فمثلا ثمن نعطيكم فكرة على الاتمينة فبنسبة الثمن ديال متر مربع مغطى كيتروح ما بين تسعمية حتى ال الف وتلتمية درهم اه درهم المتر مربع لحساب المنطقة فالما تقليفها سلعة رخيصة كتكون تسعمية حتى ال الف درهم لما تقليفها شوية مواد البناء طالعة فكتكون ما بين الف و الف وتلتمية درهم اه مثلا انا اتفقنا معه شي مقاول بسلعة ويد عاملها ب الف درهم فالتكلفة ديال انجاز الطبلة غسكون بخمسمية درهم يعني غا تاخدو الطول ديال البقعة واضربوه في العرض واضربوه في خمسمية درهم وهكا غسكون عندكم التكلفة ديال انجاز الطبلة يعني هاد الفيديو خاص ايضا بنسبة للناس يبغو يضعوا واحد مقارنة ما بيني ليش روهو مواد البناء وليش راها المقاول وش كل يغطيها علي رخص فهنا يعطيسكم يعني جميع الطرق كيفاش تحسبو هاد الكميات وتعرفو اه سلعب شها غا تقام عليكم مع اليد العاملة اغانشيل واحد مسألة مهمة انني في هاد الفيديو كنتكلم على مواد دات جودة عالية وكذلك اهلا كميات ديال المواد بطريقة مضبوطة يعني ما يكونش واحد الغيش او نقص في المواد فمثلا هلا سبيل المثال سبعات الاكياس ديال السيمة يعني سبعات الخنشات ديال السيمة كيحتاجوا 0.8 متر مكعب ديال الرملة و 1.جوج متر مكعب ديال الكاياس مع المين را كيارفو كيفاش يحسبو هاد الكيميات يعني كيحسبو بسطلة او بالبرويطة فالا كانش نقص في المواد مثلا نقصنا غير كيمية ديال السيمة را يعطينا واحد البيطون ليهو ناقص وما صالحش اننا نخدمو بيه الاعمال ديال الطبلة او ديال الاساس اذا كنتم معي اليوم في هاد الفيديو اللي عرفتكم فيه على جميع الكيميات والمواد اللي غادي نحتاجوا باش نصوبوا الطبلة وان شاء الله في الفيديو القادم غادي نتكلمو على الطابق الصفلي والكميات ديال المواد اللي غا نحتاجوا بالنسبة البناء ديال هاد الطابق فترقبوا الفيديو قريبا ان شاء الله اه كانت من قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنسونيش من لايك باش تجعوني الا كنتي اول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى ديالها اشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش تبقوا توصلوا بكل فيديو جديد نزلت على القناة في الاخير ضمتم في رعاية الله والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة